ترأس معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الاجتماع الثامن للمكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم والذي استضافته مملكة البحرين للمرة الثانية بشكل حضوري منذ بداية جائحة كورونا نعم جرى ذلك بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم وكبار المسؤولين في الإدارة التنفيذية للاتحاد القاري ورحب مع الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسوي لكرة القدم بأعضاء المكتب التنفيذي موضحا أن الاجتماع يعد فرصة مواتية لتأكيد حرص الاتحاد على المضي قدما نحو الارتقاء بمنظومة كرة القدم الأسيوية منوها بالجهود المثمرة التي يبذلها أعضاء التنفيذي على صعيد التفاعل البناء مع توصيات اللجان ومقترحات الاتحادات الوطنية الأعضاء وهو الأمر الذي يعزز من وحدة وتضامن أسرة الكرة الأسيوية وناقش المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم العديد من المحاور المرتبطة بدعم الاتحادات الوطنية وتسويق البطولات الأسيوية بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية والقانونية لعقد اجتماع الجمعية العمومية الثانية والثلاثين الذي سيعقد يوم السابع والعشرين من شهن نوفمبر الجاري وعبر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على جهوده الكبيرة في قيادة مسيرة الكرة الأسيوية إلى مر الأمان أثناء جائحة كورونا وأشهد كذلك بحرص مملكة البحرين على تهيئة الظروف المثالية لاستضافة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري بما يعزز مكانة المملكة على ساحة استضافة وتنظيم الفعاليات والملتقيات الرياضية القارية منها والدولية ترجمة نانسي قنقر